حبيبة عايز أسألك عن إزاي استقبلت خبر التفوق بتاعك وإنك تلاقيت الأولى على السنوية الأزهارية مكفوفين وإزاي استقبلت مكالمة شيخ الأزهر سيدنا الإمام أحمد الطيب ليكي أهي دي برضو أسعد لحظة بعد التحقي بالأزهر أنا اليوم ده ما مستحيل أنساه يعني كان يوم كده ملخبط جداً في أقوله سبحان الله ربنا أكرمني والله ما أنا كنت عادي سحيط اليوم ده وبتاع الأخبار كلها ما تقول يعني الأوائل على الأغلب النهاردة والنتيجة بكرة بس أنا كنت ساعة ساعة 12 واحدة فحسيت أنه الأوائل مفروض يظهروا الساعة 8 السبح وده كان تفكيري هو كده نتكلم وليكلمني ساعة 6 السبح يساعة صحي منه فلا هو لا خلاص ساعة جاتت 12 يبقى يبقى خلاص يعني معرفش بقى إما الأوائل بكرة إما خلاص وما ظهروا والحمد لله وساعتها أنا كنت كلمت ساحبتي ومتوترين وحاجة سبحان الله يعني أنا كنت كتبت تعليق على أكوستو وكنت عمل أسأل هو الشيخ الأزهر طب بيكلم العشر الأوائل ولا بيكلم الأول بس لأن كان دي أخبار منتشر وحاجات غريبة كنتش فاهمة قوي فأنا أول ما نشرت التعليق ده لقيت مكلمة رقم غريب أنا ما عديتش أخواني عادي رضيت يعني فلقيت يعني أستاذ بيسألني حبيب محمد عبد الفتاح معي ففضيلة الإمام عايز يكلمك فأنا برضو مستوعتش الجملة أنا كتر الصحية فأنا مش عارفة بس تماما أنا قلت له مع حضرتك وقمت وقفت بقى تأهوبا يعني اللي أنا مش فاهمة فبس لقيته بقى فضلت الإمام يكلمني يعني ممكن عاديت والله أنا أعتذكر اللحظة هو صوته طبعا أنا بالنسبة لي معروف فأنا أول ما سمعت الصوت اللي هو ده كده بجد يعني أنا كده هيبلغني بجد ولا إيه بقى فقال لي فعلا أنا ببلغك بخبر أن أنت الأولى الجمهورية مكفوفين وببارك لك وكده طبعا كان المفروض ده الله يبارك فيك بس ده ما حصلش وأنا عادت عيب بقى ليه بس ما عادت عيب بقى صراحة يعني من الفرحة او او بجد والله يعني أنا معرفتش هرد حتى ولا كدمة كان كله عياد بس وطلعت بره تنسطل البابا وماما وبعيب بس برده أنا خضيتهم مفتكروا في حاجة وحشة لقدر الله وكتر أنا كنت تبقى نهاري يعني لو أنا مش مصدقة يعني سبحان الله وبابا أخذ ميني الموبايله والشيخ الأظهر هنه وهنه موه بعديه وفي الأخر برضه أنا مردتش عليه وقلت الله يبارك فيه بس لا مش مشكلة لا مشكلة يعني كل الشكر والتقدير والعرفان لشيخنا الجليل والسيدنا الإمام أحمد الطيب ربنا يحفظه ويبارك فيه لكن هل أنت يا حبيبة كنت متوقعة أنك أنت هتطلع من الأوائل؟ والله يوم أنا كنت بتمنى ده وكنت بتبادعي دايما وكان جهدي اللي ببذله يعني عشان كده يعني أنا كان زمن من أمنياتي ورغم ده كله أنا للمكالمة مش مش مصدقها يعني أنا مش فهم أنك كنت بتمنى وكل حاجة بس الحقيقة بس كان عندك يقين في الله وعندك حسن ظن في الله مع أخذك بالأسباب في مذاكرتك واكتهادك أنك هتطلع يقول إن شاء الله طبعا أنا وصلت هنا أصلا باليقين فلا سبحانه وتعالى كنت بدعي وحاسة أن أنا من جواي أنا بدعي الدعوة وأنا شايفتها قدامي يعني حتى في العالي المتحانات اللي كانت فيها صعوبة أو كنت برجع من تحن خايفة أو كده أو رحمتها أنا بدعي وأنا حسن أنه هو أنا ربنا مش يخددني أنا بدعي الدعوة وهي أصلا استوقيبت شيء طيب أن يكون عندك يعني ثقة في الله وحسن ظن فيه يعني ربنا يبارك فيك يا حبيبة ويساعدك دايما إن شاء الله شكرا